السلام عليكم متابعين العزاء واليوم جيتكم الفيديو جديد سيكون ان شاء الله مختصر ومفيد هو انا كيف دي انشئ قناتي ومن يمدي ابتدين واي خطوة انا عفكر انشئ قناة ان شاء الله حتكون قناة ربحية راح بلش بالخطوة الاولى هي انا لا امتل غير موبايل فانا اول خطوة لازم ان يكون عندي حساب ايميل تمام حتى اربط هذا الحساب بقناتي انا بدي انشاءه انا لازم ازن اول خطوة لازم يكون عندي ايميل اذا انا لا امتلت حساب انا بحاول اول شيء شو ساوي اني انتقل حتى انشئ حسابي الخاص فينا نفتح سوا من جوجل بكتوب انشاء حساب جيميل تمام باخد هاي اول شيء انشاء حساب بيجي لهون على هاي انشاء حساب تمام هلا هون انا عندي حسابي اللي اشتغل فيه وعندي الايميلات اللي انا مساوية مثل ما كون شايفين انا كل هذا الحاكمة بيهمني بيهمني هاي اضافة اضافة حساب الى الجهاز بيعطي اضافة تمام هلا بيجي انتقل لي لصفحة الاضافة تمام هلا هون انا مثلا اذا كان عندي حسابي بيجي انه انت بدك حساب تفوت على حسابك بتكتبه هون تفوت انا بيجي انشاء حساب بالزاوية السفلية اليمينية بيضغط انشاء حساب فبيطلع لي انه بدي اياه نشاط تجاري ولا نفسي بيجي لأني نفسي يعني خاص تمام هلا بيجي انلي هون الى هالبنود هاي اول شي بدي ادخل الاسم مثلا بيجي له مثلا يوسف اسم العائلة مثلا عامته وبعطي التالي هلا هون بدي معلوماتك بكتب معلوماتي طبعا يفضل يكون فوق 18 مشان يتعامل معي الاحساب على اني بالغ وليس انه قاصر فانا مثلا بعطيه هون خمسة الشهر مثلا بعطيه ايلون العام مثلا الف وتسعمين سبعين خمسة وسبعين هون اجي تذكر بعطيه التالي تمام هلا هون انا بدي انشئ الاسم الخاص فين تمام مثلا كلمة المرور يفضل تكون ارقام وأحرف تمام 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 هلا كمان بعطيه التالي هلا هون في بند اللي هو اضافة رقم هاتف هلا بالخيار اللي بدي انا بختاره يعني اذا بدي موافق بروح بنتقل الى رقم هاتف انا هون اذا ما بدي ضيف يعني رقم هاتف ممكن انا بعدين ضيفه فانا بعطيه تخطيه المرحلة تمام شايفين هلا هذا هو احساء الايميل تبعي تمام هذا الاسم الايميل اللي اخترته انا ولي كتبته هلا بعطيه انا هون التالي هلا هون تجيني صفحة الخصوصية والبنود بامكاني او راها طبعا لازم نضغط عليها موافق انه انا موافق على جميع البنود بجوجل ونفوته على احسابي معطيه موافق مجرد ما انا ضغطت هلا على موافق صار عندي انا احسابي الايميل جاهز هلا هذا الاحساب شو ساوي في انا لازم اربطه بقناتي اللي بدي انشاء انا قناتي لسا ما انشأته هلا انا بدي اروح واربط هذا الحساب اللي انشأته بقناتي على اليوتيوب اعطاني الرمز هون بالاعلى هو اول حرف من اسمي هلا انا هون طبعا هون انا فت مباشرة على جوجل وانشأت حساب انا فيني مباشرة من اليوتيوب هلا منشوف كيف ممكن كمان انه اخذ انا اضافة حساب اعمل ايميل لكن بالفعل سينقلي من هناك الى جوجل فانا اختصرت المسافة فت مباشرة انا هلا شو بدي ساوي بدي انشئ قناتي مباشرة بروح الى الى اليوتيوب كيف بدي انتقل بكتب www. تمام مكتوبة هون خيارات youtube.com هلا بدي انقلي من هون من هذا الحساب الى اليوتيوب تمام هلا هون شايفين انا فت على اليوتيوب هاي الرمز اللي هي الايميل العظيم كنت انا حكيت بفقرة سابقة كيف انا بدي انتقل انا بفتح اليوتيوب شوف هون في عندي اضافة حساب مجرد ما ضغط اضافة حساب ايميل يعني شو بيساوي بين اين الى صفحة جوجل هاي اذا انا ما بدي فوت من جوجل من يوتيوب اضافة حساب انا مثلا عندي هون حسابات او هذا الحساب اللي انا ساويته بدي اختار غيره بدي ساوي قناتي بغير ايميل بحط اضافة حساب بانتقل الى جوجل تمام بانشئ حسابي برجع بكتب www.youtube.com مباشرة بان اني لوين الى هذه الصفحة هلا انا هون بدي انشئ قناتي شايفين هاي الفقرة هاي اللي هي مكتوبة قناتك مجرد ما ضغطتها شو بيساوي هون هلا بدون اني لقناتي الخاصة بالايميل انشئته هلا تمام تمام هون هلا بالنسبة لي يمكنك تغيير صورتك او ارتقاط صورة اضافية تمام انا هلا ممكن انا اختارها هاي بعدين هلا الاسم انا ممكن اخليه ممكن اغيره انا بما اني انا اكتبت الايميل هو يوسف مثلا عبدو فهو اخده مباشرة فانا بخليه هون نفس الترتيب انا ممكن اضيف بعدين صورة بعد ما مثلا احدد محتوى القناة تبعي عجب تعليمي عجب منوعات فانا بختار صورة مصغرة لقناتي دل على محتواي اذا كان تعليمي مثلا بختار مكان او مشهد في مثلا مكان في مدرسة في صف اذا كان محتوى ترفيه اماكن ترفيه هذا الشيء ممكن احدده بعدين بالصورة الاسم هلا هذا اخترته ويفضل انه اختاره ويضل دائما مع قناتي ما انه كل فترة غيره مشان المشتركين هلا هم بعطي انشاء قناة تمام هلا لوين بين اني بين اني الى قناتي هاي هي قناتي الرسمي اللي هنا انا اخذت يوسف عبدو هون التعديل فيديوهات طبعا هون انا لساتني ما عندي هاي طبعا دادها القناة انا ما عندي فيديوهات لسه بالنسبة لهون ابقى على كافة اشتراكاتي خاصة يفضل ان يفعلها مشان ما احد يشوف اشتراكاتي حتى قوام التشغيل محفوظة تكون خاصة هون كمان الاسم اذا انا بدي اغير الاسم بضغط هون وبغير الاسم تمام اضافة وصف انه انا قناتي شو بدت تكون مثلا تعليمية ترفيهية كمان بكتب هون تمام هاي هيك بالنسبة الاعدادات القناة ادارة الفيديوهات طبعا هون هاي الصفحة فيها فيديوهاتي فيديوهات البصر مباشر وفيديوهات الشورت القصية رح نحكي عن الفيديوهات هذا انه هل يحقق لربح الفيديو اللي هو اقل من دقيقة تمام وهيك انا بكون انشأت قناتي الخاصة باليوتيوب اللي انا بدي انتقل منها ان شاء الله الى محتوى ربحي ويعطيكو العافية